بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور البصائر والأبصار وضياها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول الله تعالى في سورة مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم يدور سياق سورة مريم حول محور التوحيد ونفي الولد والشريك والروح السائدة في هذه السورة المباركة هي الرحمة والرضا والوصال فجاء قصص زكريا ويحيى وعيسى بن مريم وإبراهيم الذي سنستهل إن شاء الله قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام للتأكيد على هذه القضية قضية التوحيد وإذا تأملنا سورة مريم وجدنا أن هناك ترتيب مقصود للموضوعات التي تعرض لها سورة مريم فابتدأت سورة مريم بقصة نبي الله زكريا عليه السلام وكان ذلك لعلة مهمة إن هي تصدر الصورة أي تستهل الصورة بقصة دعاء زكريا لربه بالولي الولد الصالح رغم زوجه العاقر وكبره الطاعن إلا أن زكريا عليه السلام كان كثيرا ما يدعو ربه سبحانه وتعالى دون الدعاء بالذرية لم يكن يدعو بالولد لانعدام السبب لكن نبهته الصديقة مريم عليها السلام حينما دخل عليها ووجد أرزاقا متنوعة عندها في غير أوانها وتساءل زكريا عليه السلام كما حكى القرآن الكريم على لسانه يقول الله تعالى يا مريم يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فكانت الكرامة الربانية والعطية الإلهية بأن منح زكريا غلاما زكيا نبيا مباركا يحيى عليه السلام فكانت قصة زكريا مناسبة جدا أن تبدأ بها صورة مريم وأن تبدأ بها قصة مريم وعيسى عليهما السلام في الصورة ذاتها يعني كان من المتبادر إلى الذهن أنه يتم أو تستهل الصورة بقصة مريم بما إنها صاحبة الصورة الصورة على اسمها صورة مريم لكن استهلت الصورة ابتدأت الصورة بقصة زكريا وولادة يحيى وهذه الكرامة الربانية العظيمة فكانت بداية صورة مريم بقصة زكريا ثم كانت بداية هي التمهيد إذ كانت تمهيد لهذه المعجزة الكبيرة تمهيد لقصة خلق عيسى عليه السلام دون أب وتكليمه لأمه ولقومه في المهدي الصبية وتسير الصورة تسير صورة مريم منذ بدايتها إلى سرد قصة عيسى عليه السلام وفق قافية واحدة تؤدي إلى نغمة موسيقية واحدة إلى أن تنتهي قصة مريم عليه السلام وابنها نبي الله عيسى عليه السلام ويجيء التعقيب لتقرير حقيقة عيسى عليه السلام فنجد بقى الاختلاف تختلف نظام الفواصل والقوافي فيتغير تبعا لذلك الإيقاع الموسيقي وجرس القافية فتنتهي بحرف الميم والنون الساكنة عند الوقوف لا بتلك القافية السابقة الرخية التي تدأت بها صورة مريم من مثل زكريا خفية شقية وليا زكية تجد نهايات الآيات كلها إلى نهاية قصة عيسى عليه السلام إلى قوله تعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هذه القافية التي فيها رخاء فيها امتداد تبدأ بعد ذلك القافية في التغير ليه تبدأ في هذا التغير أو في هذا الاختلاف لتناسب التغير في المضمون اشترك معايا في هذه الصورة المباركة الصوت والنغمة الموسيقية مع الموضوع حينما يختلف الموضوع وتشتد نغمة معينة يشتد إيقاع الصوت ويختلف يعني نحن في البداية ذكر رحمة ربك عبده زكريا فتجد الحروف نعمة هادئة هانئة ويشعر القارئ أو السامع لصورة مريم هذا الهدوء وهذه النغمة الرقراقة الممتدة الرخية ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا هذا الامتداد على طول الصورة حتى إذا انتهت الصورة من سرد قصة عيسى بن مريم عليهما السلام وبدأ التعقيب على هذه القصة وجدنا اختلاف الإيقاع الموسيقي والفاصلة والقافية كالتالي في قول الله تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم عظيم غير لما خفية غير لما تجد الامتداد هذا الصوت وتكملة الآيات التي هي التعقيب على قصة سيدنا عيسى عليه السلام أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين تجد القافلة والقافية نون هذه التي نقف عليها وقف ساكن وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون فتجد النون الساكنة التي نقف عليها تغير الصوت مع تغير المضمون الجو العام الذي تخاطب فيه هذه الصورة وتعقب هذه الصورة الكريمة على قصة نبي الله عيسى ومع قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون يتجه الخطاب هنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن أنذرهم أيها النبي الكريم ذكرهم أيها النبي الكريم بعذاب الله يوم القيامة هو استحضار لهذا الغيب استحضار لهذا الغيب كأنها صورة مشاهدة يوم يتحصر الظالمون على تفريطهم في طاعة الله تعالى لكنه تحصر لن يجد ولن ينفع لأن حكم الله قد نفد فيهم وقضي الأمر وذهب أهل الجنة إلى الجنة وذهب أهل النار إلى النار وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت حينئذ يتحصر هؤلاء المفرطون على تفريطهم في اتباع منهج الله تعالى وأي حسرة أعظم أي حسرة أعظم من فوات رضى الله سبحانه وتعالى واستحقاق صخطه وعقابه وعذابه في هذا اليوم العصيب في هذا المشهد الرهيب وفي هذه الساعة الحاسمة ستذهب الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها ستذهب عن أهلها ويدهبون عنها وسيرس الله الأرض ومن عليها ويرجعهم سبحانه وتعالى إليه كل إلينا راجعون يقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الملك اليوم في هذا الملك اليوم في هذه الآية المباركة التي توضح هذا المعنى الملك اليوم خالص لله تعالى لا ينازعه فيه أحد ولا معقب لحكمه ولا رد لأمره سبحانه الملك المالك لكل شيء فقد ملك من خلقه من ملك في الدنيا أما في الآخرة فليس لأحد ملك على شيء حتى الإنسان ليس له سيطر على جوارحه ولا على أعضائه فالأمر كله ساعتها يومئذ لله فيرد الملك لصاحبه الأعلى جل في علاه ولا أحد يرث هذا الملك إلا الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء وخالق كل شيء حتى إذا منتهى هذا التقرير والتعقيب على قصة عيسى عليه السلام وعاد السياق القرآني في سورة مريم إلى القصص من جديد نتأمل ونلاحظ عادت القافية الرخية وجرسها الموسيقي المديد من جديد وهي تحدثنا عن جانب من جوانب سيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام العطرة في ترسيخ أصول عقيدة التوحيد بل ومحاربة الفساد والخلل العقائدي يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا هذه القافية التي نقصدها نبيا تعود يعود الجرس الموسيقي وهذا الامتداد الصوتي من جديد بعود الصورة بعد التعقيب على قصة عيسى عليه السلام إلى قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام لقد كان ذكر إبراهيم عليه السلام من أغراض سورة مريم وكان موضوعه أحد الموضوعات وكانت قصته أحد القصص بأن يأتي بجانب من قصته عليه السلام بعد ذكر قصة نبي الله عيسى والتعقيب عليها كل ذلك تسلية لقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما يلاقيه من مشرك قومه الواقعين في الشرك المشابهين في حالهم بحال قوم إبراهيم عليه السلام واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إبراهيم أبو الأنبياء الذي أعلن التوحيد إعلانا باقيا مع بناء بيت الله الحرام الكعبة المشرفة إبراهيم إبراهيم الصديق الذي بلغ في تصديق الحق غاية عظيمة فورسه الله شفافية وإشراقا اهتدى به إلى أنوار الحق وميزه عن الباطل فهو الصديق عليه السلام لفرط صدقه في الامتثال والتسليم للملك الديان في كل ما يأمر به ويقضي سبحانه وتعالى حرم إبراهيم الولد زمنا طويلا وعند الكبر منح إسماعيل عليه السلام ولنا أن نتخيل حينما يعطي المولى ويهب المولى الولد عند هذا العمر بعد طول انتظار كيف يكون التعلق به لكن يأتي الأمر الإله لإبراهيم عليه السلام بأن يحمل هاجر زوجه الكريم وولده الرضيع ويذهب بهما حيث أمره ربه سبحانه وتعالى ليتركهما عند البيت الحرام ساعتها لا أنيس ولا جليس ولا طعام ولا شراب فلا يكون من نبي الله إبراهيم عليه السلام لا يكون من إبراهيم وآله إلا كل التسليم للمولى القدير وليكون بعد ذلك السعي بين الصفى والمروى هذا المنسك العظيم منسكا من المناسك كما سنرى في الحلقات المقبلة واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ها هو إبراهيم عليه السلام عاد إلى ولده بعد أن تركه مع أمه في هذه الصحراء وبعد أن أكرم الله سبحانه وتعالى هذا الرضيع إسماعيل بأنفجر بئر زمزم المبارك وكان تعمير هذا البيت الحرام وما يكاد يفرح إبراهيم بولده إذ يأتيه الأمر الإلهي يأمره ربه بذبحه ذبح إسماعيل الذي رزق به بعد أن طعن في السن وبعد طول انتظار يأمره ربه بذبحه وفق رؤية منامية وما نجد من إبراهيم إلا منتهى التسليم نجده يسارع في تنفيذ مراد ربه ولا يثنيه شيء فلم يخش على طفله الصغير الهلع ولا على زوجه الفزع ولا على قلبه الموت بعدما يذبح هذا الصغير إنما كان من إبراهيم عليه السلام كان التسليم والتفويض كل التسليم وكل التفويض فلما أسلم وتله للجبين وكانت قصة الفداء العظيم لنبي الله إسماعيل عليه السلام وكان بعد ذلك المنحة الربانية العظيمة وفديناه بذبح عظيم وكانت سنة الأضحية في شريعة خاتم الأنبياء والمرسلين وكان يوم النحر هذا تخليدا لفعل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام تخليدا للتسليم تخليدا للتفويض تخليدا للطاعة لله رب العالمين إذا أمر بها العبد واذكر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا عليك السلام عليك السلام يا نبي الله إبراهيم أمرت ببناء البيت فسارعت وأسلمت لأمر الله وأتقنت البناء وأحكمته ترك زوجته سارة قادما إلى مكة متحملا أمانة بناء ذلك البيت العطيق الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنى قدم إبراهيم مع ابنه إسماعيل يرفعان بنيان الكعبة ومع كل حجر يرددان مع كل حجر يرفعان يرددان كما حكى القرآن الكريم على لسانهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إنه أبو الأنبياء مدحه ربه فقال إن إبراهيم كان أمه إن إبراهيم عليه السلام يساوي في مواهبه وفي طاعته أم بأكملها أراد الله سبحانه وتعالى أن يرينا في كتابه القرآن الكريم كيف كان إبراهيم أمه أراد الله تعالى أن يرينا كيف كان صديقا نبيا ما أعظم هذه الأمة ما أعظم هذه الأمة التي ورثت ميراس الأنبياء جميعا وخصها الله تعالى بهذا الفضل العظيم فلننتبه لهذا العطاء الجليل إن ترتيب الأقدار عظيم والحقيقة وما فعلته عن أمري إنها المشيئة الإلهية والإرادة الربانية التي جعلت محطتنا في تفسير سورة مريم تصل بنا في هذا الوقت المبارك عند قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام لنقف مع حديث قصص المشاعر المقدسة والتي ارتبطت بنبي الله إبراهيم وولده نبي الله إسماعيل عليهم السلام على نبينا الصلاة والسلام إنها أيام مباركة في أعمالها وثوابها تهف القلوب تجاه بيت الله بالتلبية والطواف ساعية إلى مرضاته واقفة عند حدوده وحقوقه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك